اعراب اسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى عن سعادته البالغة بتحقيق أول ميدالية ملونة لرياضة أم الألعاب في العام الجديد بفوز العداء روث كيت بالمركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة إيطاليا الدولية لاختراق ضاحية والتي تقام تحت مضلة الاتحاد الدولي لإلعاب القوى وتعد واحدة من أقوى البطولات الدولية في العالم وأشهد اسموه بالمستوى المتميز الذي ظهرت عليه العداء وما قدمته من أداء طيب يعكس ما تتمتع به من أمكانات فنية عالية وما تتحلى به من روح قتالية وعزمة وأسرار مشيراً اسموه إلى أن تفوقها على بطلة العالم أمر يبعث على الفخر والاعتزاز وهو امتداد لسلسلة الإنجازات والنجاحات التي حققتها العداء على كافة المستويات وأضف اسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن الإنجازات الكبيرة التي حققتها رياضة ألعاب القوى خلال العام المنصر من 2015 وتصدرها لائحة الإنجازات المحلية يشكل دافعاً أمام الاتحاد لمواصلة مسيرة التألق والنجاح وحص المزيد من الإنجازات المشرفة لرفع اسم مملكتنا الغالية وتشريف الرياضة البحرينية في كافة المحافل الخارجية وأكد اسموه بأن دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام بمدينة ريو دي جانيرو 2016 البرازيلية تشكل أبرز المحطات الهمة للاتحاد في العام الجديد حيث يسعى الاتحاد لتحقيق نتائج جديدة تعزز مكانة ألعاب القوى وما تسخر به من سجل الناصع من الإنجازات لإبراز الصورة الحضارية المشرفة للمملكة في هذا المحفل العالمي مؤكداً حرص الاتحاد على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة لجميع اللعبين واللعبات ليبرزوا بالصورة اللائقة والمشرفة في الأولمبياد معرباً عن ثقته الكبيرة بهم في تحقيق أفضل النتائج والمستويات ترجمة نانسي قنقر